ما معنى ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان؟ وما الذي يجعلنا أحياناً نألف هذا الإنسان وننفر من إنسان آخر؟ ما هو تأثير القرين على حياتنا؟ وهل القرين هو سبب وقف الحال أو الزواج في بعض الأحيان؟ هذا ما سنتعرف عليه اليوم في الجزء الثاني من سلسلة القرين حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يقول سبحانه وتعالى ومن يكن الشيطان له قريناً فساء قرينا أسوأ شيء يمكن أن تفعله أن تتخذ هذا الشيطان ولياً لك من دون الله فهل هناك أناس في عصرنا يتخذون الشيطان ولياً من دون الله؟ معظم الناس لماذا؟ كم نسبة الكذب اليوم في عصرنا هذا؟ ستقول لي نسبة كبيرة يعني لو أردنا أن نسأل كم نسبة الصادقين الذين لا يكذبون أبداً تقول هذه عملة نادرة اليوم قلائل جداً موجود ولكن قلائل طيب الكذب هذا ما مصدره هو أمر من قرينك لك أن تكذب قلنا إن كل مولود كل إنسان عندما يولد يوكل به قرينه من الجن وحتى الرسول عليه الصلاة والسلام له قرين ولكنه قال أعانني الله عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير هذا دليل أخي الحبيب على أن القرين يمكن أن يتغير بما أن القرين النبي صلى الله عليه وسلم أسلم فلا يمنع أن يسلم قرينك أو على الأقل يكف الذهو عنك عندما ييأس منك لأن هذا القرين يشاهد أعمالنا يشاهد سلوكنا فعندما يرى منك الخير وعندما يرى منك الإيمان عندما يرى منك حب الخير للناس عندما يرى منك الحرص على دخول الجنة حقيقة هذا القرين يمكن أن يتغير ويتأثر صحيح هو من الجن وهو كافر ولكن عالم الجن فيه المسلم والكافر وأن منا المسلمون كما قال سبحانه وتعالى في الآية الكريمة وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا يعني أنا هنا في البرنامج كلمة المسلمون لم ترد إلا مرة واحدة في القرآن جاء الفعل كثيرا أسلم مسلمين وردت كثيرا أما المسلمون بهذه الصيغة بأل التعريف واو الجماعة هذه المسلمون لم ترد إلا مرة واحدة مع الجن خاصة بهم هذه الكلمة وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا القاسطون يعني الذين حادوا عن الحق حادوا عن الطريق الصعي لذلك قالوا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبة الذين انحرفوا عن طريق الله هؤلاء كانوا لجهنم حطبة ولا يذب الله فإذن عالم الجن أخي الحبيب عالم مثل البشر يمكن للجن أن يكفر أو يؤمن ويمكن أن ينقلب من الإيمان إلى الكفر وهكذا بينما الشيطان هو كافر النوع من عالم الجن هناك نوع لا يؤمن أبدا هو الشيطان لذلك هذا القرين هو من نوع الجن الكافر الذي يأمر بالسوء ومن الممكن أن يؤمن أو يسلم كما أسلم قرين النبي عليه الصلاة والسلام ولكن طبعا نحن هيهات أن نصل إلى مستوى النبي ولكن يجب أن يكون هذا النبي الأعظم قدوة لنا نحاول أن نصل قدر ما نستطيع إلى مستوى قريب من النبي صلى الله عليه وسلم لنكون معه في الجنة إن شاء الله طيب موضوع أن يعني ما يتعلق ب تآلف الأرواح الجن طبعا أخي الحبيب أو هذا القرين يعني أنا معي قرين وأنت معك قرين قريني مثلا قد يكون شديد الكفر وقد أكون أنا مثلا لا سمح الله إنسان بعيد عن الله غارق في الشهوات والمعاصي تجد أن هذا القرين يعني شديد الكفر والإلحاد ألتقي مع إنسان مؤمن صالح تقي قرينه يختلف عن قرينه فهو يشعر بنفور مني وأنا أنفر منه طبعا بسبب أن هذا القرين لا يتآلف مع هذا القرين بينما تجد المؤمنين سبحان الله عندما إذا كنت أنت مؤمن صادق متواضع لله عز وجل لا تؤذي أحدا تعودت على التواضع وحب الخير للناس والالتزام بالعبادات والالتزام بذكر الله والإكثار من ذكر الله سبحان الله تميل لمن هو مثلك فقرينك وقرينه يلتقيان على شيء من الخير والملحد يميل لملحد مثلي لاحظت أخي الحبيب فلذلك هنا يعني هذا المعنى وضحه لنا النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال الأرواح جنود مجندة أنا روحي جندي عند الله وروحك كذلك جنود تجند إما لخير أو الشر فما تعارف منها تلف تآلف تشعر بالألفة وما تنافر منها اختلف تشعر بنفور نتيجة اختلاف الاختلاف بين المؤمن والملحد يعني أنا مع أنني أحب الخير للملحدين ولكن في حياتي العملية سبحان الله لا أرتاح يعني إنسان مثلا غارق في الفاحشة لا أرتاح له إنسان يتعامل بالرباء أنفر منه بشكل فطري لذلك تجد كل مجتمع سبحان الله المدخنين لهم مجتمع الذين يحبون الزنا وكذا لهم مجتمع الحشاشين لهم مجتمع كل يعني يتآلفون بالسهولة فلذلك هنا أقول لك أخي الحبيب ينبغي أن تبحث عن الصحبة الصالحة لأن الصاحب يؤثر يؤثر عليك بنفسه هو وبقرينه يعني أنت عندما تتعرف على إنسان لا تنظر له على أنه مجرد بشر بل انظر إلى قرينه الذي معه طيب كيف تعلم أن قرين هذا الإنسان مؤمن أو كافر ونحن طبعا لا نستطيع أن نقول إن القرين يؤمن أو لا يؤمن نحن لدينا حالة واحدة فقط هو النبي صلى الله عليه وسلم قرينه أسلم أما نحن لا نجزم ولا نعلم ولكن أنا أتمنى أن يصبح قريني مؤمنا أتمنى ذلك ولكن أنا أستطيع أن يعني أتوقع أنه أسلم من خلال سلوكي أنا هل لا زال السلوكي سيئا هل لا زلت أظن بالله ظن السوء هل لا زلت غافلا عن الله هل لا زلت أأكل الحرام هل لا زلت أتكلم بالنميمة على الناس هل لا زلت أنظر إلى ما حرم الله هل 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 هذه الأسئلة هي التي تجيبك فإذن هنا اعمل حساب دائما القرين فأنت الآن تجلس هناك شياطين هناك جن عالم آخر موجود معنا يعيش معنا فينبغي أن يعني تستعيذ بالله من شره لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يستعيذ بالله إذا دخل إلى الحمام إلى الخلاء إذا أراد أن دائما يستغيذ ويقول بسم الله الرحمن الرحيم كل شؤونه يبدأها ببسم الله الرحمن الرحيم الطعام الوضوء يعني دائما يقول بسم الله بسم الله دائما ويستعيذ بالله من شر الشيطان حتى عندما يأتي أهله كان يستعيذ بالله من شر الشيطان فإذا قدر بينهما ولد لم يضره شيطان بإذن الله هناك قضية النخس نخسة النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان باستثناء فقط من طبعا فيستهل صارخا هذه الصرخة تدل على ذلك إلا ابن مريم وأمه إلا مريم وعيسى عليهما السلام لم يقربهما الشيطان أبدا لذلك نجد أن المرأة الوحيدة التي وصفت في القرآن أو التي جاء ذكرها في القرآن هي مريم التي ذكرت بالإسم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين لم ترتكب سيئة قط في حياتها ولم تفعل أي سيئة في حياتها كانت مطهرة حتى الشيطان لم يقربها سيدنا عيسى نفس الشيء عليهما السلام لم يقربه شيطان أبدا منذ ولادته وحتى رفعه الله إليه وهنا لابد أن أرد على الملحدين في هذه الجزئية الملحدون والمشككون وبعض من يدعي أنه ينتسب للمسيح والمسيح منه بريء طبعا يقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يكره المسيحيين أو النصارى وأمر بقتالهم وأمر بقتلهم وأمر بإذلالهم وإلى آخره وحرف وجاء بمعلومات من الكتاب المقدس لديهم وحرفها وشوها صورة المسيح وشوها صورة أمي هذا ما يقولونه طبعا كلام فارغ لماذا؟ لأن هذا الحديث يرد عليهم النبي بإمكانه أن يقول إن كل ناس تأثروا بالشيطان إلا مثلا النبي محمد أو زوجته أو ابنته فاطمة أو يضع ما يشاء من أسماء لو كان كاذبا طب لماذا يقول في القرآن يعني أنا أخاطب ملحد الآن أو مشكك أنت تقول إن النبي أساء للسيدة مريم كيف أساء إليها وقد ذكرها في القرآن أكثر مما ذكرت في الأناجيل كلها في كل الأناجيل لا يوجد آية مث هذه يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالم لا توجد أعطوني لا يوجد هذا منتهى التكريم لماذا؟ يكرم النبي المسيح عليه السلام أعطاه من المعجزات ما لم يعطي لنفسه طبعا هم يعتقدون أن النبي كتب القرآن نحن نخاطبهم بلغتهم النبي لم يأتي بشيء من عنده كله من عند الله ولكن لو فرضنا أن النبي كتب القرآن لماذا لم ينسب معجزات مثل إحياء الموتى وتكلم الناس في المهد وكهلا وكذا وكذا ويشفي الأبرص والأكمه ويحيي الموتى ولماذا لم ينسبها لنفسه عليه الصلاة والسلام لماذا ينسبها للمسيح عليه السلام هذا يدلك على أن النبي لم يأتي بشيء من عنده هذا كلام الله سبحانه وتعالى الذي خلق المسيح ويعلم الحقيقة أخبرا عنها في القرآن الكريم فهنا أخي الحبيب هذا ما يتعلق من موضوع يعني الحديث الذي تناولناه قبل قليل ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان أي يعني أثر به أو وسوس له نخس أو نزغ أو يعني أثر به أو وسوس له المهم ما يتعلق بموضوع وقف الحال والزواج أنا أقول لك يؤثر نعم القرين يؤثر ولكن على من على من يتخذه وليا ومن يتخذ الشيطان قرينا فساء قرينا ومن يكون الشيطان له قرينا فساء قرينا أنت عندما تستجيب لهذا القرين امرأة يأتيها رجل صالح للزواج سأقول لك كيف يمكن لهذا القرين أن أن يوقف حال إنسان أو إنسانة عن الزواج يأتيها رجل صالح يوسوس لها ويقول لها هذا فقير هذا ليس كذا ليس كذا ليس كذا ويبعدها عن الأمر الأساسي وهو التقوى لأن الإنسان التقي أخي الحبيب مهما كان فقيرا مهما كان شكله ربما تراه غير مناسب ولكن فيه خير كثير فيه خير كثير فعندما يوسوس الشيطان أو هذا القرين لهذه المرأة في كل مرة هو الذي فعلا يبعدها عن الخير فتقول لك أنا أعاني من حال وقف الحال وقف الزواج ربط وما ربط وهذه الكلمات التي يستخدمنا هو أنت السبب أو أنت السبب الشيطان ضعيف إن كيد الشيطان كان ضعيفا والقرين ليس له سلطان علينا قال ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد هو يتبرأ منا يوم القيامة ومن أفعالنا فلذلك إذا أردت أن تتخلص من تأثير الشيطان ابدأ منذ هذه اللحظة بكثرة ذكر الله والعبادات وعمل الخير واتبع الملك الذي معك أنت معك ملك عن يمينك هنا اتبع ما يقول لك والملك لا يأمر إلا بالخير كيف تتبعهم من خلال أنك عندما تستمع لآية قرآنية تطبقها على الفور يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قل والله أنا لن أكذب تستمعين لآية قرآنية ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم قد يأتيك إنسان في مركز علمي ولكنه ملحد وإنسان مؤمن ولكن فقير عبد هل يوجد أقل من عبد الله يقول لك هذا العبد خير من هذا الملحد فهنا عندما تتبع تعاليم القرآن ستجد أن الحال تيسرت إذن أخي الحبيب ملخص هذا اللقاء لكي لا أطل عليك إن الشيطان ليس له سلطان إلا على الذين يتولونه والذين هم به مشركون إنما سلطانه على الذين يتولونه ما معنى يتولونه؟ من الولي الولاية يعني ما معنى الولي؟ يعني ولي يأمرك مثلا بشرط طعه أصبح وليا لك ولي أمرك يأمرك بالشرط طعه يأمرك أن تنسى ذكر الله فتنسى ذكر الله يأمرك بالتكاسل عن الصلاة فتتكاسل يأمرك بأن تتكلم بالنميمة على فلان تتكلم بالنميمة يأمرك أن تأكل مال فلان تأكله إذن أصبح وليا لك إنما سلطانه على الذين يتولونه إذن كل واحد يتولى الشيطان اعلم أن الشيطان له سلطان عليه له قوة وتحكم وتأثير مباشر إذا أردت أن تتخلص من هذا التأثير طبق ما أمرك الله به في القرآن إن شاء الله في لقاء قادم نستكمل هذه المعلومات التي سنتناول منها موضوع يتعلق بي يعني أنا لدي هنا عدة مواضيع عن وضع القرين يوم القيامة كيف سيتبرأ من أتباعه يوم القيامة وكيف يمكن يعني هل يمكن أن يضر هل هناك علاقة بين القرين والحسد أو المرض هل هناك علاقة بين القرين وبين مثلا الرزق وقف الحال سنتناول هذا الموضوع إن شاء الله في اللقاء القادم أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة